فقط من باب الاشارة اعزائي من باب الاشارة تعلمون بانه ارغون والجابري لهم مشروعان واسعان في الفكر العربي والاسلام طبعا ارغون هو اعمق ممن من الجابري ولكنه مقصود مشروعان ارغون مولانا يعمل بالتقية افون جابري يعمل بالتقية فلهذا كل ابحاثة نقد العقل العربي اكو اسلام بي لو ما بي اسلام ما بي اسلام حتى يتخلص من السلفية لانه اكو واحد يقدر ينقدر العقل الاسلامي مولانا لانه من 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 انتاجات العقل الاسلامي هو القرآن ولهذا هو يتكلم ها ولكن العنوان ما لجنه هو ها العربي لا ماذا لا الاسلام بارض كان يعيش في فرنسا فما عنده هذا الخوف فتعرض لماذا نقد العقل الاسلامي مولانا ومن هنا وجد بحث مفصل بينهم انه اكو فرق بين المشروعين او لا يوجد اعزائي ما عندي الشك انه الاعزاء ومن يتابعن في هذه الابحاث يحتاج وقت طويل حتى يقرأ اهم كتب ارقون واهم كتب ماذا الجابري هذا الكتاب اعزائي يقع في حدود الخمسمائة او خمسين خمسمائة وستين صفحة مولان التراث والمنهج بين ارقون والجابري مولان وهذه الباحثة الدكتورة نايلة ابي نادر هذه كانت على ارتباط مباشر معهما يعني مو فقط قرأت الكتب وانما ارتباط ماذا مباشر معه هذا فكثير من الابحاث اللي تطرح اخذتها مباشرة ها منهما واضح ولهذا انتو اذا تجون الى الكتاب شوفوا عزائي الكتاب خلاصته هذا تناولت في كتابها مقدم كاتب احد في ثلاثة اقسام خصوصية المنهج عند ارقون في القسم الاول ثم عند الجابري ما هي اهم ملامح واصول المنهج الذي اتبعه من الجابري ثم القسم الثالث والاخير لاجراء مقارنة بين حاصل المنهجين واثار ماذا المنهجين ما ادلوا اضع اعزائي فخلاصة مفيدة جدا جدا للاعزا اللي يريدون تابعون هذين المفكرين جيد هذي هم هنا